السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات كلما تقدمنا في العمر يبدأ الجسم بإرسال إشارات خفية ضعف في التركيز نسيان الأسماء وتعب أسرع من المعتاد وقد نظن أنها أمور طبيعية لكنها في الحقيقة قد تكون بداية لشيخوخة مبكرة أو حتى مؤشرات لمرض الألزهايمر العلم الحديث اليوم يفتح لنا بابا جديدا ويقول الطعام قد يكون أقوى دواء ضد تراجع الذاكرة والشيخوخة طيب ما هي قائمة 2025 للأطعم المضادة للشيخوخة والألزهايمر سأبدأ بالتوت البري بلو بيريز وهو غذاء الدماغ كما يقال لأنه يحتوي على مركبات الأنثوسيانين التي تمنع الالتهابات وتحسن الإشارات العصبية والدراسات الحديث أكدت أن تناول التوت البري بانتظام يمكن أن يحسن أداء الذاكرة قصيرة المدى ويؤخر من تدهور الوظائف المعرفية المرتبطة بالتقدم بالعمر ويساهم التوت البري في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ من خلال تأثيره الإيجابي على الأوعية الدموية التوت البري أيضا غني بالألياف والفيتامينات مثل الفيتامين سي وفيتامين كي وهذا يجعله خيارا رائعا ومتكاملا لتعزيز الصحة بشكل عام ينصح بتناوله طازجا أو مجمدا بمقدار نصف كوب يوميا كوجبة خفيفة أو معشوفة طعام آخر رائع في هذه القائمة السبانخ والخضروات الورقية فالسبانخ والكرامب والجرجير غني بالفولات وفيتامين كي واللوتين وهي عناصر هامة وضرورية لصحة الدماغ الأبحاث تؤكد أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الخضروات يوميا يتمتعون بقدرات ذهنية أعلى عند التقدم في العمر وهذه المركبات تعزز التركيز وتساعد في حماية الخلايا العصبية وتقلل أيضا من خطر الإصابة بالألزهايمر وهذه الخضروات تدعم أيضا صحة العين والقلب ويفضل تناولها طازجة أو مطهية على البخار للحفاظ على عناصرها الغذائية بمعدل كوب إلى كوبين يوميا في القائمة أيضا زيت الزيتون البكر الممتاز وهو كنز من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وخاصة البوليفينولات التي تحارب الالتهابات وتقلل من تراكم البروتينات السامة بالدماغ ودراسات 2025 أظهرت أن إدخال زيت الزيتون ضمن النظام الغذائي يمكن أن يحسن الوظائف المعرفية ويقلل من خطر الإصابة بالألزهايمر بالنسبة كبيرة كما أنه يعزز آلية التطهير الداخلي للخلايا العصرية من السموم والمخلفات وهذا ما يعرف بالأتفاجة ومن أجل الحصول على الفوائد الكاملة لزيت الزيتون ينصح باستخدامه نيئا على الصلطة أو في الطهي الخفيف في هذه القائمة أيضا الجوز أو عين الجمل يحتوي على حمض ALA وهو نوع من أحماض أوميغا 3 النباتية التي تساهم في تغذية الخلايا العصرية دراسات تشير إلى أن تناول الجوز بانتظام يحسن التركيز ويزيد من قدرة الاستيعاب ويقلل من خطر التدهور الذاكرة بنسبة تصل إلى 40% الجوز يحتوي على فيتامين E وماجنيسيوم وهما عنصران مهمان لحماية الدماغ من الإجهات التأكسدي تناول حفنة صغيرة من الجوز حوالي سبع حبات يوميا هو جرعة ممتازة لتعزيز صحة الدماغ ويمكن أيضا إضافته إلى السلطات أو الزبادي في هذه القائمة الخارقة أيضا الأسماك الدهنية السلمون والسردين والمكريل وهي غنية بأحماض أوميغا ثري الهامة والضرورية لبناء وعمل الخلايا العصبية أبحاث الدراسات 2025 أكدت أن الأشخاص الذين يستهلكون الأسماك مرتين أسبوعيا يمتلكون أدمغة أكبر عمرا ويظهرون مقاومة أعلى لتراجع وتدهور الذاكرة الأسماك أيضا توفر البروتين وفيتامين دال والسيلينيوم وهي عناصر داعمة للوظائف العصبية يفضل اختيار هذه الأسماك منخفضة الزئباك وطهيها بطريقة الشواء أو البخار للحفاظ على قيمتها الغذائية في هذه القائمة أيضا الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 70% فأكثر تحتوي على مركبات الفلافونول التي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتحفز تكوين أوعية دموية جديدة وهذا يدعم الذاكرة والانتباه الكافئين الموجود فيها يحسن التركيز بدون تأثيرات جانبية الدراسات الحديثة تؤكد أن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل معتدل يمكن أن يخفف من التوتر ويعزز الشعور بالسعادة ويحسن الوظائف المعرفية يجب اختيار شوكولاتة تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر تناول قطعة صغيرة يوميا حوالي 20 جرام وبذلك نحقق الفوائد بدون زيادة السعرات وفي هذه القائمة أيضا الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على أحماض أمينية تحفز الاسترخاء وتحسن جودة النوم وهذا أمر ضروري لصحة الدماغ الكافئين المعتدل فيه يعزز الانتباه واليقظة دون أن يسبب القلق جراسات عام 2025 أظهرت أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن الذاكرة ويبطئ من التدهور العقلي يمكن شربه ساخنا أو باردا ويفضل تناوله بين الوجبات في هذه القائمة أيضا الكركم والذي يحتوي على مركب نشط هو الكركمين يتمتع بقدرة فريدة على اختراق الحاجز الدماغي الدموي ليصل إلى خلايا الدماغ مباشرة يعمل كمضاد قوي للالتهابات ويمنع تراكم البروتينات التي تسبب الألزهايمر ولكي نزيد من فعارية امتصاص الكركمين يجب تناوله مع رش صغيرة من الفلفل الأسود يمكن استخدامه في الطهي أو تحضيره كمشروب ذهبي كما يمكن إضافته إلى بعض المشروبات الصحية الجرع اليومي المثالي تتراوح بين نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة طيب ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها لحماية الدماغ من الشيخوخة والالزهايمر؟ السكريات المكررة زيوت المكررة السائلة والمهدرجة المأكلات المصنعة والمعلبة هذه الأطعمة تسرع من شيخوخة الدماغ وتزيد خطر الالزهايمر والابتعاد عنها يعني حماية طويلة الأمد للعقل والذاكرة طيب ما هي أهم المصائح اليومية لتغذية الدماغ؟ ابدأ يومك بوجبة فطور غنية بالألياف والدهون الصحية مثل الشوفان مع الجوز أو البيض مع الأفوغادو أضف التوت البري إلى وجباتك قدر الإمكان واشرب الشاي الأخضر بدلا من المشروبات الغازية حاول أن تتناول السمك مرتين في الأسبوع وابدأ برشة كركم يوميا على الطعام اجعل طبقك مليء بالألوان أخضر داكن أحمر بنفسجي فهذه الألوان تعني مضادات أكسدة تحب دماغك ولا تنسى شرب الماء بانتظام فهو ضروري لتركيزك ونشاطك العقلي هذه التغييرات الصغيرة إذا داومت عليها ستشكل فرقا كبيرا في ذاكرتك ومستوى انتباهك مع مرور الوقت وما تضعه في طبقك اليوم يحدد كيف ستفكر وتتذكر وتعيش غدا إذا أعجبك الفيديو شاركه مع من تحب لتعم الفائد والخير ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك أحدث الفيديوهات أولا بأول أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة شكرا لفريق الأداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خطور علي استشاري بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل مصيحة طبية لحالتك ولا تقم بتعديل جرعة الدواب دون استشارته اكتبوا في التعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام وحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر